استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم ومعه نائبي المجلس الدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروت برغر ومساعد يمعين شريم وتطرق اللقاء إلى مسجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنصقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لحياء مسار السلام في اليمن وإنهاء الحرب وشدد الرئيس العليمي على دور الأمم المتحدة في ضمان حل عهاد الوشام للقضية الإمنية وفق مرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا